في عدن دشان الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم ربعة مجمعات صحية وذلك في إطار الجهود الإغاثية التي يقدمها لمدينة عدن في كافة مناحي الحياة إلى مراسلنا زكريا السعد والتفاصيل ضمن خطته الإنعاشية للقطاع الصحي في عدن دشان الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم افتتاح أربعة مجمعات صحية في مديرية المعلى وكريتر والشيخ عثمان والمنصورة محافظ المحافظة لواجعفر محمد سعد افتتح المشروعات الأربعة شاكرا الإمارات العربية المتحدة على ما بذلته وتبذله من جهود ليس في القطاع الصحي فحسب بل في كافة مناحي الحياة الإمارات تقدم دعم في كافة المقالات ومنها القانب الصحي نحن لا نتحدث فقط عن مجمعات أو عيادات الدولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بترميم وعادة إصلاح كل كثير من المستشفيات منها مستشفى الجمهورية ومستشفى خليفة وسوف قريبا مستشفى المصفار وعدد من المستشفيات الأخرى مجمع المعلى الصحي يخدم أكثر من مئة ألف نسمة وقد تم تجهيزه وأصبح مستعدا لاستقبال المرضى وكذلك مجمع القطيع في كريتر إلى جانب مجمع الشيخ عثمان بالإضافة إلى مركز السرطان في مستشفى الصداقة وهذا الأخير الأكثر أهمية في مدينة ما يزال داء السرطان يفتك بنسبة كبيرة من أبنائها وبحسب آخر إحصائية طبية فقد بلغ المصابون بهذا الداء 913 حالة في العمل في مجمع المعلى الصحي وبغية المجمعات الأقرى ومجمع القطيع وأيضا مجمع الشيخ عثمان المركز السرطان في مستشفى الوحدة وهذا بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهلال الأحمر الإماراتي شكرا جزيلا للإمارات العربية حكومة وشعبا شكرا جزيلا لكم يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي قد قدم الكثير للقطاع الصحي في الجانب التمويني من أدوية ومسلزمات طبية وسيارات إصعاف كما تجري التحضيرات الأخيرة لافتتاح مستشفى الجمهورية أكبر المشافي في مدينة عدن إعادة العمل للمرافق الحكومية في عدن يعني إعادة الحياة لألاف المرضى هنا والفضل يعود في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى للهلال الأحمر الإماراتي جمال حيدرا لقناة الشارقة عدن